يَا أَعُوذُ بِاللّهِ السَّمِيرُ عَلِي مِنَنَيْدُ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجهم جيد اعزائي انتهينا الى ان الاتجاه الذي كتب على اساسه تعارض الادل المعاصر مبني على نهج هذا النهج انت لابد ان تحدد موقفك عنه منه في الرتبة السابقة هذا النهج يبتني اولا على ان السند الصحيح او ليس بصحيح ولا علاقة له بماذا بالمضمون بالدلالة ابدا يقول اي مضمون كان اي دلالة كانت هاي في المراحل اللاحق عد نبحث ان المضمون صحيح او ليس بصحيح اول شيء نبحث ماذا عن السند فان كان السند صحيحا خلي ذهنك باي ميزان صحيح ها يعني نقول هذا السند صحيح باي ميزان بالسند الذي بالميزان الذي قاله ابن طاووس علامه بعد ذلك يعني هذا التقسيم الرباعي للسند الصحيح الحسن الموثق الضعيف وعلى اي اساس نقول هذا صحيح وهو انه اذا كان اماميا ادلا ثقة هذا السند شي صير صحيح اصطلاحي اذا كان اماميا ممدوحا هذا شي صير ها حسن اذا كان غير امامي موثوق صادق عادل من حيث النقل هذا شي صير موثق وان لا في الرواية ساقط هذا هو المنهج وعلى هذا الاساس قالوا ان هذه الرواية بمجرد ان يكون لها سند صحيح ولم يكن لها معارض قلنا المقتضي هذا المعارض المعارض شي صير المانع ولم يكن مانع بعد نعمل بالرواية ماذا مباشرة مولانا يلزم منه خلاف العدالة الاجتماعية يقول شنو شنو وين عندنا رواية تقول ولا يجوز العمل على خلاف العدالة الاجتماعية تقول لا يابا بانه هذا يبيع البضاعة مالتا الناس مسلطون على اموالهم اذا يبيع البضاعة بعشرة اضعافها لانهما موجودة في السوق هذا يؤثر على الوضع المعاشي للناس على رفاه الناس على كرامة الناس قد يؤدي الى سرقات في الناس قد يؤدي الى مفاسد اجتماعية يقول والله اطلاقه الدليل يقول شنو ما ما انا شنو علاقتي بهذا الحشي اللي ابتدت تقول هذا الحشي مال شنو ما الثقافات ما الجرائد الدليل يقول الناس مسلطون على اموالي خلص انا ما ريد ابيع اتمن مال من حقي لو مو من حقي والبن من حقي مسلطون على اموالي ولذا قلت ولا علاقة له لا باهداف الدين لا بالعناوين العامة للدين لا بالعدالة لا بالحرية لا بالكرامة لا بالمجتمع لا 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 وانما ماذا فرد يحكم ماذا يحكم المجتمع انا ما ادري اذا الرأسمالية مو هذه الرأسمالية النظرية الرأسمالية شنو هي بس ما رد ادخل هذا المرد اندخلين حتى لا يتشعب البحث هذا المنهج عزائي طبعا نعرضه على القرآن نقول لا ما كو حاجة ابدا لا تعرض على القرآن نقول حاجة تعرض على القرآن بابا نشوف المضمون من صحي لو من صحي يقول ابدا احنا ما عندنا ان المضمون ان الرواية اذا لم يكن لها معارض لا بد من عرضها على القرآن ما عندنا نشوف المضمون هذا المنهج السندي اعزائي او هذا الخطوة الاولى التي تقوم على المنهج السندي بالمعنى الذي ذكره العلامة واسس له سيدنا الاستاذ السيد الخوئي قدس الله نفسه مع كل احترامي الكبير للسيد الخوئي لا يحاول احد ان يشخصن هذه القضايا بيني وبين الله معاني لم احضر الا سنتين عنده ولكن افتخر بها ولكنه لا اوافق على هذا الرأي لماذا للنقاط التالية خلي ذهن كمي فتاوى اقولها فتاوى هذا المنهج الذي بناه السيد الخوئي في معجم رجال الحديث لا اوافق عليه للامور التالية خلي ذهنك اولا على فرض صحته اللي هو مو صحيح بعد ذلك سيد التضح يثبت ان الخبر حجة وانا ابحث عن ان الخبر صادر او ليس بصادر مو انه حج او ليس بحج ما الفرق بينهما الفرق بينهما هو العموم من وجه لان الخبر قد يكون حجتان وليس ماذا وليس صادر خبر ثقة كذب هذا وضع اصلا وضع اصلا اشتبه خبر حجه ولكن صادر من الامام له مو صادر من الامام مو صادر اذا لا ملازمة بين الحجية وبين الصدور والعكس ايضا كذلك وقد يكون الخبر صادرا ولكنه هاي لم يقل الشيخ الطوس عنه والراوي ثقة فقد انفك الصدور عن الحجية وهناك انفكت الحجية عن الصدور وقد ماذا وقد يجتمعان يعني الحجة يكون صادرا والصادر يكون حجة انا منهجي قائم على اساس صدور الرواية وعدم الصدور لا صحة الرواية وعدم الصحة فالرواية الصادرة حجة ولم لم تكن حجة بالمعنى المصطلح والرواية غير الصادرة ليست حجة وان كانت حجة بالمعنى مصطلح واضح صار اذا اساسا عندي اختلاف منهجي اساسي مع النظرية التي الان توجد وهو ان المدار على الحجية وعدمها المدار عندي على الصدور وعدمه نعم من حقك ان تسأل باي طريق تثبت هذا صادر وهذا ليس بصادر انتظروا قليلا ما هذا الواضح المنهج الموجود عند القاوم هو انه الحجية وعدم الحجية يروح الى خبر الواحد يقول اذا عدنا دليل على حجية خبر الواحد اعملوا به اما انا منهجي اختلف اقول الصدور وعدم الصدور ما هو الطريق لاثبات الصدور واحدة من اهم الطرق جمع القراءة اعزال هذا المنهج الذي اكد عليه القدماء قالوا ان الطريق لمعرفة ان الخبر صادر او ليس بصادر وجود الامارات ووجود القراءة على الصدور حتى لو كان الراوي بحسب علم الرجال ماذا ضعيفا لا يهم فاسد العقيدة لا يهم بينك وبين الله الان لو اجاك فتخبير اقتصادي وانت تثق انه يريد ان يعطيك طبيب اصلا ليش خبير اقتصادي انت الان تروح الى الغرب وعندك مشكلة طبية وهو ثقة تقبل منا لو ما تقبل ها نعم لان المدار على الوثاقة مو على العقيدة خليه يكون سيك مولان شا تريد من انت ولذا تجد الشيخ الطوس صريحا قال كتبهم محتمدة وان كانوا فاسدين العقيدة هذا هو المنهج هذا هو المنهج منهج قدمائنا هذا مو هذا مو مستحدث من قبلي هذا منهج كبار علماء الطائفة نعم غيب في هاي القرون الاخيرة وقرأت لكم العبارات قرأت لكم امن ممن قرأت لكم من الطوسي والصدوق والكليني و و و الاخر كلهم قرأنا عباراتهم كلها قرأنا طبعا يكون في علمك انا اشير الى هؤلاء الثلاثة و الا اعلام كثيرين موجودين ابن عقيل موجود ابن جنيد موجود و الديل وذول كلهم اعلاموا هذا منهجهم كان ولذا هذول عموما ما كتبوا كتب رجال بالمعنى الاصطلاحي عندنا لماذا لان الروايات عندهم كان وعموما ما كان يقولون بحجية خبر الواحد يكون في علمك هذول عموما لا يقولون بحجية خبر الواحد بالمعنى المصطلح تقول احد هاي الروايات شانسة لانه بالنسبة اليه امارات على صحتها وصدورها كانت موجودة عندهم الاشكال الثاني سيدنا لماذا لا تقبل هذا المنهج في التضعيف والتصحيح السندي الجواب واحدة من اهم اشكالاتنا على هذا المنهج الاختلاف الشديد في ببان التوثيق والتضعيف شيخ طوسي على اي اساس قال هذا ثقة وهذا ضعيف شنو مباني نحن هناك حققنا بشكل تفصيلي قلنا كثير من هذه المباني التي على اساسها وثقوا وضعفوا مبنية على مباني كلامية وتلك المباني الكلامية باطلة اضرب لك مثال خلي ذهنة كم القميون كانوا يعتقدون من يقولوا بان النبي لا يسهو فهو مغالي شنو عيدة ان عيد ولا شيخ الصدوق شنو معتقد ان اول درجات الغلو شنو بل بل عدم اسهاء النبي يعني اذا انت جنابك في زمن الشيخ الصدوق هم مو انت شخصها مقصودي اللي في زمان في في زمان الشيخ الصدوق وزمان القميين كان يجلدوا في قم اذا يقول هذا الحشي ويخرجوه لانه مغالي وتسقط عدالته ويثبت فسقه وكتب علم الرجال على هذا المبنى هذا المبنى الان صحيح لو باطل ثابت عندنا ماذا تقولون الان اذا في زماننا واحد يقول ان النبي يسهو بينك وبين الله ثابت العدالة لو ساقط العدالة يصير المبنى اختلف على اي اساس تريد ان اقبل كتب الرجالية المكتوبة على مبنى كلامي باطل وفسد على اي اساس اقبل وهم ذكروا في كتبهم بشكل تصريح وان قرأت العبارات الان مارد اكرر الاعزاء قرأت العبارات انه كانوا يخرجوه من قم وكان الغلو احد اسباب ضعف جنو اقرأوا كتب اذا انا ما اقبل هذا المنهج الكلامي لاي سبب اعزاء لانه يبتني على مباني هذا المنهج رجالي لا اوافق لانه يبتني على مباني كلامية قد اتفقوا فيها معهم وقد ماذا وقد اختل مثال اوضح اجيب لك هذا بزمه انه هذا بزمه الان صار بنائك انه انت تكتب فتكتاب في الرجال ولكن مو رجال صدر الغيبة الصغرى الاعلام منه المعاصرون في المئة الرابع في القرن الرابع عشر الهجري او القرن الخامس عشر الهجري اتريد صار بنائك تكتب شنو تراجمه فاذا انت بالرسالة العملية انت الرجالي بالرسالة العملية كاتب والقائل بوحدة الوجود كافر نجس فاسد العقيدة صحيح لو لا فمن تجي الترجم لزيد من الناس قائل بوحدة الوجود تقول ثقة 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 لو كافر نجس فاسد العقيدة شو تقول شنو شكتبته رح تكتب عليه هالشكل هذا المسكين اللي راح يجي بعد خمسمائة سنة يقول بابا خوة هذولا كانوا معاصرين لابد يعرفوه خوة يقولون فاسد العقيدة هو بيدري بانه بابا هذا كان مبنى الكلامي كان يختلف وياه ولا بيني وبين الله عقيدة هواي احسن شان من هذا الفقه هواي دينا ما احسن من هذا الفقه شان ولكن مختلف وياه شنو ها مختلف وياه فكريا باشكال عزيزي مثال اوضح اجيب حتى اسوي عملية لو ان شخصا امن بولاية الفقه المنكر للولاية قال لا الذي امن بولاية الفقه اصلا هذا ما ذقم من طعم الفقه شيئا ابدا ويجي الى سيد كمال حيدري ورادي ترجم له وشاف في كتبه يؤمن بولاية الفقه يقول هذا كان يعرف فقه لو ما يعرف فقه اش راح يكتب بترجمتي لانه مبنى هذا من انا ما ردي اقول من حقه ولكن هذا مبنى اذا الرجال كتب الرجال مالتنا بعد الصير ما ادريش اعبر عنها ما ردي اعبر مسيسة الصير مؤطرة باطر اديولوجية لو مو مؤطرة مؤطرة اذا ما بيه حجي لعد شنو لا انت روح ابحث انت روح انت 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 روح انت مولانا تقول لي صعب اقول نعم ادري صعب ولهذا ما استسهلت الطريق قالوا بابا شنو قال بالرجال خلاص رجال الطوسي والفيرس وخلاص خلصنا مولانا هاي مثلين ثلاثة سيدنا مو هذولا كانوا معاصرين للاصحاب للصحابة علومهم عن حيس الجواب بالام ثبتنا هذا ان اكثر تقييماتهم حسية لو اجتهادية ها اجتهادية وهذه نص عبارات السيد الخوي اللي هو من ائمة من علماء الرجال يقول انه انه انا الكتب المتأخرة التي لا تقوم على اساس حسي او قريب من الحس تكون اجتهاديا لها قيمة وليس لها قيمة لا اجتهاد ولذا انتو تجدون لا يعتمد على رجال ابن داود مولان ليش ما يعتمد على رجال ابن داود ليش يقولها متأخر بابا اخوة انه زال 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 جنو على الحلي يقول هذا اجتهاد الحلي رجال الحلي خلاصة الخلاصة للحلي ليش ما نحتمل عليه يقول بابا اخو هذا الدي اجتهاد انا من حقي جنو اجتهاد انا في اعتقادي ثمانين تسعين بالمية من كلماتي الصدر الاول غيبة الصغرى والكبرى اراءهم ما هي في الرجال اجتهادية اذا ليست لها قيمة تعبدية حتى نتعبد به ما ادري واضحة عزائي تعالوا ننتقل الى الاذا الخطوة الاولى عند القوم تبتني على اصل هذا الاصل لا اوافق عليه سيدنا ما هي الخطوة الاولى عندكم الجواب في كلمة واحدة هم بدأوا من السند وانا ابدأ من المضمون وهذا فارق منهجي اساسي بينما اعتقده في قبول الرواية وعدم قبولها وبينما يعتقده المشور من العلماء ارجع الى ماذا لا علاقة لي بالسند ابدا ابدا اول ما اجي وين اروح الى المضمون سيدنا شون تعرف هذا المضمون صحيح مو صحيح مقبول مو مقبول صادر مو صادر اخر شلون تتعرف الجواب ائمتي عليهم افضل الصلاة والسلام اقسم بالله العظيم كالشمس في رابعة النهار قال كلما جاءكم عنا فاعرضوه على كتاب ربك كلما جاءكم عنا مو الرواية صحيحة مو الرواية الضحيفة الشن اللي قلو لكم احنا قائلين وانرجعوا رجعوا سندا لا رجعوا مضمونا مضمونا فان وجدتم عليه شاهدا او شاهدان من كتاب الله فنحن قلنا وان لم تجدوا عليه فهو زخرف لم نقله انا الميزان عندي واضح جدا والميزان مش انه مضموني مو سندي ولكن العملية معقدة وهو انه انت شلون هذا الفقه كالعجينة في يدك كما قال سيدنا الشهيد الصدر الاول قال الفقه كالعجينة في يدي لابد يصير القرآن شنو كالعجينة في يدك حتى تقول هذا موافق للقرآن لو مخالف ماذا للقرآن وانت الى الان ما تدري الى الان اسألك بعض الآيات تقول لي ما ادري آية من القرآن لو مو آية من القرآن بعدك الفاظ القرآن ما تدري من القرآن لو جنو لهم من القرآن بينك وبين الله تستطيع ان تعرضها على كتاب ربنا ولهذا نحن اشترطنا اول علم يحتاجه المجتهد في العالم الديني هو علم ماذا مو علم الرجال ولا علم الاصول علم ماذا علم التفسير علم القرآن علم كتاب الله قلنا هذا تقول لي سيدنا في الحوزات العلمية ماكو اقول والله هماتي انا انا ما اضم صوتي الى صوتك بل انا ما اقول ما اقول ليش روح اسأله ما ادري ليش طبعا ادري ليش بس هذي مقام الاثبات اقول ما ادري ليش لانو انا ما اعتقد اكو ايادي تريد ان هذه الحوزات تبقى بعيدة عن حياة الناس وحاجات الناس وتأثيرها في الناس لابد ان تعيش في عالم والناس يعيشون وين في عالم الاخر شنو اتكلم اسكت احسن عليه الله هسا انقل هاي القضية حتى بعدها هاي ما يعترضون عليه هاي انقلها هاي سيد الامام قدس الله نفسه نقلها على الفضاء مباشرة مو بالكتاب موجودة انا سامعها باذني ممن ها من السيد الامام في ذاك الزمان اللي خطاباته كانت واقعا نتابعها هاي شيء كالنصوص قال بيني وبين الله ليتبادر الى ذهن بعضكم ان المخابرات الدولية تعمل بالمباشرة للتأثير على شنو على اوضاع حوزاتنا العلمية طبعا انا دا اتكلم في المخابرات الدولية ما دا اتكلم شنو في قداسة وطهارة ونجا و و و و و و نظافة علمائنا انا مارد يقول هذو الحملة بكرة يقول هاي سيد قول الحملة لا 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 انا اقول العدو الشي دا يفكر انه مو انه احنا متفقين ويا لو ما متفقين هذاك اش دا يخططن شنو حتى يؤثر فينا فلابد ان نفتح ها بصائرنا جيدا يقول اكو شان فت خطيب من هذول القرائم ما كو يقرون وان ما يقعد يقرأ مولانا شايفين بالحرم يطوخ خمسين تومان يقول له لا اقرأ الان معدنا بالعراق معدنا كذا اللي عدها نذر تطي مبلغ تقول لا اقرأ مصيبة زينب هو همات يقعد ويقرأ اكو مستمع ما اكو مستمع معا يقول اكو فت واحد اعمى هذا يومي الصبح مولانا يخلي التفت يخلي زمان العثمانيين والسفارة العثمانية موجودة في طهران والخلاف المذهبي قائم ماذا بين الايرانيين بين الدولة القائمة هنا وبين الدولة شنو العثمانية باعتبارها دولة شيعية وذيك دولة شنو ها دولة ناصبية العثمانيين نواصب كان على الاحب خلي ذهنة كم خلي ذهنة كم يقول هذا يومي الصبح يجيب الكرسي مالا يخلي قدام باب السفارة العثمانية يقرأ مصيبة الزهرة ويحكي على فلان وعلى فلان من الخلافة وما لاقي مكان الا وين قدام السفارة العثمانية يعني استفزاز المن لانه عند الريد يقرأ مصيبة الزهرة لابد على من يتكلم ها على الخليفة الاول والثاني صحيح له لا اذا استفزاز رسمي المن الى ان يقول اشتكت هذه نقدة انقلوها بالنص لكم اعزائي الى ان اشتكت الحكومة العثمانية عند من عند الحكومة الايرانية والفارسية اللي كانت تحكم بلا انه يابه والله بلا احنا ما عدنا مشكلة في اقران في ايران يقرون مصيبة منه مصيبة كسر الظلع اما قدام سفارتنا يقول دزول هذا على هذا الخطيب الاعمى قال له له تعالى قال له لأ ادري انت منو موظفك او منو قايل لك تقرأ قال والله انا ما اكبر اكو واحد اسبوعيا يجي يطيني مبلغ يقول لي بشرط انه تقرأ مصيبة الزهرة وين ها قدام السفارة العثمانية تعرف اقول لا والله ما اعرفان انا من رجال بتعبيرنا على باب الله يطوني سفارة عثمانية لو سفارة ما ادري كذا ايه قل له له خب جيد احنا راح نخليك تحت المراقبة حتى نشوف بانه هاي الجهة اللي دتيجي او الشخص اللي يقول فبحثوا 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 وجدوا بانه شخص موظف ومسؤول في السفارة البريطانية يأتي اسبوعيا ينطي مبلغ لهذا الخطيب حتى يوجد شنو ها قل لي شي سووا انا ما لا سمح الله اريد اقول لك بيني وبيني وبيني علمائنا ومراجعنا ابدا ما عندي هذا الكلام هذا الكلام المرضى يحشو هذا الحاج انا ابقى اقول علمان انظف واشراف واطهار من انه يجد عليهم انسان ضعف ولكن انا اقول الاخر جدي سوبينا ماذا دا يفعل في حوزاتنا تعالوا هذا شوفو وين اذا اعزائي منهجي في الخطوة الاولى يقوم على العرض على ماذا مو على معرفة السنة صحيح او ليس بصحيح وانما على معرفة ماذا المضمون انه صادر او ليس بصادر خطوات اللاحقة تأتي والحمد لله رب العالمين يا ربنا يا ربنا اظهر لنا معالما بالمصطفى والمرتضى وبنيهما والفاطما اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة